مرحبا بكم في قناة تحفة يوب نظرا لورود اسمها في قضايا فساد إذ كشف أن الوزيرة الموقوفة حاولت الهرب إلى فرنسا إلا أن الأمن الوطني بمطار هواري بومدين قبض عليها ومنعها من السفر هذا وينصدر كذلك استدعاء الوزير الأسبق نوردين بدوي للمحاكمة خصوصا وأن عليه شبهة فساد كثيرة وهو من رجالة النظام البوسفليق الفاسد الشعب الجزائري حاليا لا يزال يستذكر ويطالب بمحاكمة بدوي خصوصا على قضية 6 ملايين استمارة مزوارة إترسر الشحب الفلقة للهردة الخامسة هذا وستكون هذه الأيام مليئ بالمفاجآت إذ ينتظر أن ترفع سنوات حبس كل من سلال أيحية وحدد وغيرهم أين سيحكمون على قضايا فساد جديدة وهم الذين ورد اسمهم في ملفات فساد بالجملة وصحف محلية كشفت أنه مع كل القضايا التي ستطرح لحد الآن ينتظر أن يتجاوز إجمل الحكم المنتظر عليهم ثلاث سنة أو أكثر لكل فرد منهم فما هو الحكم الذي سره مناسبا على كل مسؤول تتبث إذا نسه بالفسد شاركونا بآرائكم في التعليقات كما لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وشكرا جزيلا